السلام عليكم ورحمة الله نحييكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نور حياتك حلقتنا اليوم مختلفة قليلا سنتطرق إلى جوانب عدة نجمع فيها بين فرائد من معين القرآن الكريم مع شخصية برزت على الساحة العربية وبطرح مميز أذهل المستمعين إليه إذ طرح ولأول مرة فكرة أحداث وأشراط الساعة بلغة الفيزياء والعلم الحديث وبصورة فريدة ومبدعة إنه الدكتور علي منصور كيالي هو مفكر إسلامي ومهندس معماري ولد بمحافظة حلب ودرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء سوري أمضى من عمره أكثر من ثلاثين سنة في البحث في القرآن الكريم وله الموسوع القرآني الشامل مؤلف من عشرة مجلدات رائعة ستنزل إلى الأسواق قريبا جدا فيها شرح حقائق عظيمة من القرآن الكريم بعنوان القرآن علم وبيان قام بتفسيره وبيانه بطريقة لم يتطرق إليها أي تفسير علم آخر وقد لاقى استحسان كبار المفكرين وذوي الاختصاص يجيب فيها عن مجمل التساؤلات العلمية والفقهية والتاريخية والأدبية وأزال الشك والغموض عن مواضيع كانت ولا تزال موضع الجدل والاختلاف والأهم في اجتهاداته أنه يدفعنا إلى حب الله تعالى تقربا منه وكسبا للرضاه لتكون منزلتنا عليا عند خالقنا في الدنيا والآخرة ويشجعنا على التأمل والتعمق في فهم آيات الله تعالى لأنه بالقرآن وبتطبيق آياته سننير حياتنا ونبهجها ونجعلها قمة في السعادة والنجاح وسنبحر معه اليوم حول هذه المعاني الجميلة والدخول في عالم القرآن الذي هو بحر لا ينتهي مهما فهمناه فهناك المزيد مرحبا بك دكتور معنا في هذه الحلقة أهلا بكم يا سيدي وبأهل هذا البلد الطيب أدامه الله حكاما وشعبا وجسائر بلاد المسلمين وشكرا لدعوتكم سلفا الله سلم بالعكس شرفتنا يا دكتور بوجودك معنا بما أننا دكتور في شهر كريم ورمضان وأيضا شهر قرآن حبينا في البداية كيف يمكننا أن نسعد بهذا الشهر وبالصيام وبالصوم وبالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وبسم الله نبدأ قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن أنزل القرآن أصلا لإزالة الشقاء عن الإنسان كفرد وعن الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم بشكل عام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنزل القرآن مع أن يعني سبحان الله المتدينون دائما عابسون ويتصفون بصفة الشدة يا سيدي الله أرسل رسوله الكريم بهذه الوصية قل أي قل لأمتك قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إذن أنزل القرآن لكي نفرح خلاصة القول بكلمتين ابتسم فأنت مسلم إذن متى ما دخل الإنسان الكريم أعف الإنسان بكنف الله الكريم فعليه أن يعيش بسعادة لذلك القرآن الكريم جاء على شكل مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لماذا هذه المساني تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم فمن بين هذه المساني الرائعة في بلاغتها ميز القرآن الكريم بين الصيام بالياء والصوم بالواو جميل لأن القرآن الكريم ليس فيه مترادفات أبدا يعني فيه فرق بين الصيام والصوم نعم سيدي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير من حسن حظنا أن الله كتب علينا الصيام ولم يكتب علينا الصوم لأن الصوم أكثر مشقة وأكثر ويحتاج إلى عزيمة أقوى شو الفرق دكتور الصيام يا سيدي قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام فالصيام بالياء يتعلق بالمعدة وبأوقات تناول الطعام فحينما قال كتب عليكم الصيام بدأ بالحديث عن مواعيد تناول الطعام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي الفجر ثم أتم الصيام وليس الصوم إلى الليل سبحانه وعلا هذا الصيام بشهر رمضان هو دورة تدريبية لكي أصل بنهاية رمضان إلى الصوم الصوم يأتي مع الأحد عشر شهراً الأخرى بغير رمضان إذن الصيام برمضان فقط أما الصوم هو برمضان وغير رمضان جميل جميل الصوم يتعلق بقول الحق والدليل على ذلك من القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام يخاطب مريم عليه السلام أيضاً فكلي واشربي هذه امرأة ليست صائمة بالياء فكلي واشربي وقر عينا وإما ترين من البشر أحداً وأنت تأكلي وتشربي فقولي إني نزرت للرحمن صوما وليس صياما فالدليل من هذه الآية أن الصوم يأتي مع الطعام والشراب الصوم هو قول الحق إذن الصيام هو فريضة يجب أن تؤدى لكن الغاية منها أن أصل إلى الصوم فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول بما معنى الحديث الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نعم فالغاية من الصيام بهذا الشهر الفضيل أن نصل في نهايته إلى الصوم ويمكن أن نحقق سواب الصوم على مدار العام فقال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم بالواو وليس إلا الصيام بالياء إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به جميل فإذا هذه الأمة وصلت إلى الصوم تنتهي كل المشاكل إذا هناك إنسان له علي حق لا أقول له اذهب إلى المحاكم فقط عن طريق الصوم لك علي حق فتمتهي المشاكل مباشرة من هنا ميز القرآن الكريم بين الصوم وبين الصيام كما ميز بين القراءة والتلاوة والترتيل نعم أنت ذكرت لنا في بعض محاضراتك التي حضرتها لك دكتور أن القرآن الكريم كله طاقة إيجابية نعم يا سيدي يعني الطاقة تأتي من قراءة القرآن أم من الاستماع إلى القرآن أم من وجود القرآن في حياتنا أم من ترتيله بطريقة معينة أم من استيعابه وفهمه يا سيدي يتميز القرآن الكريم من كل الكتب الموجودة على سطح الكرة الأرضية أنه يزود سامعه بالطاقة لماذا؟ القرآن الكريم هو روح سامعه سامعه نعم سيدي فما بالك بالذي يفهم يسأل إذن السامع فقط لذلك القرآن الكريم هو روح بكل ما تعني الكلمة من معنى وهل هناك دليل من نعم يا سيدي قال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أمرنا إذن أوحينا إليك روحا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله طاقة هائلة بهذا الكتاب ما الذي يحدث أن في ناس أحيانا ما يخشعون الموضوع يا سيدي لماذا تحدى القرآن كل الثقافات وكل الأجيال أن يأتوا بسورة طبعا سورة الكوسر سورة ثلاث آيات قصيرة أو بعشر آيات قد بين قوسين قد نقلد لغويا إحدى الآيات مثل ما فعل مسيلمة في قوله الهزيل إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ التُفَّاح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَارْتَاح إِنَّ زَوَجْنَاكَ سِجَاع يعني هذا كلام النشاني الكتيس النطاح نعم يا سيدي لكن القرآن الكريم لماذا يزود سامعه بالطاقة الحل جاء في سورة الإسراء فإذا قرأت القرآن جعلنا الله يتدخل مباشرة بوضع الحواجز والتشويش السمعي والفكري على غير المسلم كي لا يسمع وليس يفهم تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آزانهم وقرة كي لا يسمع القرآن والدليل الآخر بصورة الأعراف أن القرآن الكريم يزود سامعه بالطاقة تقول الآية الكريمة بشكل واضح هذه آية تعالج موضوع طاقة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إذن لو لم ينسلخ منها لما أتبعه الشيطان كطاقة شريرة ما هي أكون ما هو أكون هذه الطاقة دكتور لا أكون بس قطعة حديثة كنت تريد أن تكمل فقط سيد الأيب هيتقول الآية آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الغاوي هو من يتبع غيره على غير هدن لذلك ولو شئنا لرفعناه بها كطاقة وحيوية ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها تتابع الآية كمثال رائع إلى ذهاب الطاقة فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس نلاحظ أنها تعالج موضوع الطاقة بكل ما تعني الكلمة من معنى إذن ما هي طبيعة هذه الطاقة يا دكتور هذه الطاقة هي الطاقة السامية لذلك نلاحظ على المصلي أنه يقرأ القرآن واقفا هناك شكرة في الطاقة في أعلى رأس الإنسان هذه الشكرة لا يستطيع إبليس كطاقة شريرة على الدخول منها شو يعني شكرة دكتور هي فتحة الطاقة علماء الطاقة والمعالجين الطاقة يسمونها شكرة بمعنى فتحة للطاقة أو كوة للطاقة إبليس قادر على الدخول من الجهات الأربعة الله سبحانه وتعالى يذكر على لسان إبليس يقول لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لماذا لم يقل من أعلاهم لأن هذه الشكرة وهذه الفتحة تخص الله مباشرة لذلك نلاحظ في الصلاة على الطريقة الإسلامية أن المصلي يقرأ القرآن واقفا وهذه الشكرة متجهة نحو الأعلى متى ما مالت هذه الشكرة وأخذت منحا آخر يمنع قراءة القرآن وندخل في التسابيع صحيح طيب هل هذا يشمل كل إنسان يصلي؟ كل إنسان لكن بشرط أن يعلم ما يقول وهو في الصلاة معظمنا نسقط فرض الصلاة ولا نستفيد منها لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة لم يقل أدوا الصلاة نحن غالبا نؤدي يعني لا نعلم ما نقول حتى أننا ننسى كثيرا عدد الركعات صحيح فقال تعالى حتى تعلموا ما تقولون فأفضل تمثل للطاقة هو أن يعلم الإنسان هذه الآيات التي يقولها سبحانه وتعالى وخاطب الله موسى صراحة يقول وأقم الصلاة لذكري لفهم ذكري وقرآني ونلاحظ الله يقول سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أثناء الصلاة لم يخروا عليها بالركوع والسجود لم يخروا عليها صما وعميانا فأهم قضية في الصلاة من أجل أن نتزود بالطاقة هي أن نعلم ما نقول إذن هذا التفكير السامي في القرآن الكريم يزود سامعه بقضايا كبرى من الطاقة ويبقى الإنسان في حالة الحيوية لذلك في اليوم الأول حينما نزل القرآن عليه صلى الله عليه وسلم الله طالبه أن الرجز بحرف إزاي الكسل والمعاناة والتعب انتهى عهدها فقال له تعالى في اليوم الأول والرجز فهجر انتهى عهد الرجز والكسل والملل والمعاناة قم أيضا بنشاط فقد جاءتك الطاقة وجاءك القرآن طيب دكتور نحن عندنا تقريبا أربع دقائق قبل الفاصل كيف تقترح علينا أن يكون برنامج اليومي يعني تحقيقا للوصول إلى السعادة فما هو البرنامج اليومي المناسب في ضوء فهمك لآيات القرآن نلاحظ على صورة النور من بين 114 صورة في القرآن الكريم أنها الصورة الوحيدة مفروضة فقال تعالى في بداية صورة النور صورة أنزلناها وفرضناها لماذا هذه الصورة مفروضة؟ قال تعالى فرضناها لأن فيها أربعين حكما لها مرتبة الفرض من بين هذه الأحكام الآية 58 من صورة النور الآية 58 من صورة النور تفرض على الإنسان سلاسة فترات استراحة في اليوم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون سيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء سلاسة عورات لكم والعورة يجب أن تكون زائدة وزيادة في الراحة حتى أنه سبقها بآداب الاستئزان جميل نعم نلاحظ هذا البرنامج كيف وزعه الله من خلال القرآن الكريم مرة ثانية قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء فلماذا قال تعالى من بعد صلاة العشاء لماذا هذا التوقيت؟ لماذا؟ داخل جمجمة كل إنسان فينا الله وضع غدة وزنها 180 ميليغرام بقدر حبة الحمص تسمى الغدة الصنوبرية يعلم السادة الأطباء أنها كل يوم بعد صلاة العشاء مباشرة تستعد لإفراز مادة طبية تسمى الميلاتونين الميلاتونين هذه المادة تمشي مجاناً مع الدم لقاح يومي مجاني فتمنع الأكسدة في كامل الجسم وتمنع مرض الكانسر والسرطان لقاح يومي لكن ميزة هذه الغدة أنها موصولة مع العصب البصري في العين فلا تعمل إلا في الظلام الله يقول فمحونا آية الليل أنا كإنسان أعدت آية الليل مبصرة بالإضاءة أكثر من آية النهار لذلك ننصح الجميع من أجل السعادة ومن أجل أن نبعد هذا المرض الذي نخاف حتى من ذكر اسمه أن يعرض نفسه أو أطفاله أو أسرته إلى شيء من الظلام من بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين كلما انخفض الضياء كلما زاد إفراز الغدة جميل كلما زاد الضياء نقص الإفراز يعني يفضل أن نجعله ظلاما دامسا الأفضل يعني كلما خف النور لذلك الله سبحانه وتعالى يقول محونا آية الليل فجعل القمر نورا ونور القمر متبدل وخفيف صحيح فإذا عرضنا أنفسنا إلى هذا النوع الإضاءة الخفيفة ولو أننا لم نكن نائمين يعني كنا سهرين لكن نخفض النور لكي نترك المجال هذه الغدة تتوقف عن العمل قبل الفجر بساعتين ضمن هذا البرنامج جميل قبل الفجر بساعتين ننصح السادة الطلاب بالاستيقاظ قبل الفجر بساعتين ولم يثبت في كتب الصحاح الستة أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وذهب للسهار صلى العشاء ونام صلى العشاء ونام صحيح وهذه سنة طيب تتوقف هذه الغدة قبل الفجر بساعتين تبدأ الغدد الأخرى بإفراز مادة الأدرينالي المنشطة على السريع دكتور لأننا فاصل ولذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الاستيقاظ بالسلوس الأخير بهتين الساعتين أفضل توقيت للعمل الفكري فكل طالب أو طالبة تقوم بالدراسة بهتين الساعتين المردود مئة بالمئة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة ندخل بمرحلة السحر بالسحر الاستغفار والمستغفرين بالأسحار والآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون نحن نوقف عند مرحلة السحر نكمل بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين أبقوا معنا سنعودوا بعد قليل أهلا بكم مشاهدين من جديد للتواصل معنا يمكنكم الاتصال بنا عبر رقم البرنامج 600551416 600551416 من داخل الدولة ومن خارج الدولة على الرقم 00971 600551409 ممكن أيضا عن طريق الرسالة النصية من داخل الدولة على الرقم 4351 4351 اتصالات ودوة من خارج الدولة الأرقام تظهر على الشاشة تباعا أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر إيميل البرنامج اللي هو الحياة at dmi.ae وأيضا بيكون موجود على الشاشة دكتور تكلمت عن مرحلة السحر أيضا ماذا عن مرحلة السحر مرحلة السحر هي قضية أساسية لهذه الأمة نحصل فيها مجانا على خمس أمور أساسية بحاجة كل فرد بحاجة إلى هذه الأمور الخمسة لكن بشرط أن نقوم بالاستغفار بالسحر وقت السحر اللي هو قبل ساعتين من الفجر نعم فقال تعالى والمستغفرين بالأسحار حدد الله هذا التوقيت وفي الآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون فبهذا الاستغفار يعطينا الله خمس أمور عطاءات كل فرد فينا بحاجة لها وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يوم الآخرة سيغفر لنا وهذا موضوع يحتاج إليه كل فرد صحيح يرسل السماء عليكم مدرارة هذه ميزة أخرى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة كل هذا فيها مبارك لكننا لا نستغفر كأمة بهذا الوقت بالأسف يعني إذن الله يخصص لنا الأوقات حتى الصلاة هي كتابا موقوطة نكون دخلنا بمرحلة الفجر من بعد صلاة الفجر ننصح كل المشاهدين والمستمعين والذي يصير دكتور أن معظم الناس خاصة في رمضان للأسف الشديد ينامون وقت السحر ويروح عليهم أيضا وقت الفجر ويصحون في وقت الضحى تقريبا وفعل الشباب وقت الظهيرة وكل هذا طبعا أكيد ضار للدين والروح والنفس أيضا من ناحية الصحية يا سيدي نحن نعمل عكس الساعة البيولوجية التي الله وضع بداخلنا واعتمدنا على الساعة الميكانيكية للأسف نعم نحن لا نحتاج إلى الساعة الميكانيكية أصلا كتابا موقوتا لكن نحن الذين خربنا لتوقيت الساعة البيولوجية المخلوقات الأخرى التي تعمل على الساعة البيولوجية أكثر صحة مننا ففرضا أديك عند الدجاج لا نجد ديكان يسهر للسحور وديكان ينام للظهر يعني ينام مع الضوء ويستيقظ مع الفجر يعني أكثر تعاملا مع الساعة البيولوجية من الإنسان من بعد السحر بالمئة سبعين تقريبا أو بالمئة ستين من السكتات الدماغية والقلبية تصيب النائمين بتلك الفترة بين السحر وبين شروق الشمس لذلك الله يقول صراحة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس والمسبح يجب أن يكون مستيقظا لا يمكن الإنسان النائم أن يسبح إذن أعطانا القرآن الكريم ضمن هذا البرنامج فترة عمل بورك لأمة يقالة صلى الله عليه وسلم في بكورها وليس في الاستيقاظ متأخرا إذن منذ الفجر حتى وقت الظاهرة هذه مرحلة عمل ونشاط يبدأ انخفاض مادة الأدرينالي المنشطة عند الظهر تماما حتى صلاة العصر فقال تعالى في سورة النور مثلما مر معنا وحين تضعون سيابكم من الظاهرة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث شريف قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وعمر أبو الخطاب رضي الله عنه وردنا أنه عزل أحد ولاته لهذا السبب كتب له بلغني أنك لا تقيل وأن الشياطين لا تقيل إذن كان الإمام عمر رضي الله عنه يركز على هذه القضية بشكل كسير لأهميتها طبعا من العصر حتى العشاء تبدأ فترة العمل الآخر ثم يعود البرنامج مرة أخرى إذن من العشاء حتى قبل فجر برنامج ثم الاستيقاظ ثم فترات العمل والراحة جميل دكتور إذا حبينا نفرق بين العمل الصالح والعمل الحسن كيف يمكن أن يكون ذلك مصدر نجاحنا العمل الصالح والعمل الحسن ميز القرآن الكريم قلنا أن القرآن الكريم ليس فيه مترادفات إطلاقا ميز القرآن الكريم بشكل دقيق جدا بين العمل الصالح والعمل الحسن على سبيل المثال إذا ذهب الطالب إلى المدرسة مبدئيا يقوم بعمل حسن لا يمكنني أن أقول له أن المدرسة ليست جيدة أو الذهاب للمدرسة لكن عمله هذا الحسن لا يكون صالحا إلا إذا حقق النجاح مبدئيا قام بعمل حسن الذي يصلي يقوم مبدئيا بعمل حسن لكن لا تكون صلاته عملا صالحا إلا إذا نهته عن الفحشاء والمنكر لكي تكون عملا صالحا لذلك ورد خمسين مرة في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يقل عملوا الحسنات الأعمال الحسنة فقط الإنسان الصائم حاليا بالياء يقوم بعمل حسن لكن قالوا في اللغة من طرائف اللغة من صام صام أي هدأ أما أن أكون صائما وأقيم الدنيا ولا أقعدها فأنا قمت بعمل حسن لكن ليس صالحا فقالوا من صلى صلى أي استقام من صلى صلى أي استقام من صام صام أي هدأ لذلك العمل السيء إذا زين يبدو حسنا ولا يبدو صالحا فقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وليس صالحا الشيء الهام في هذا الموضوع لكي يكون الإنسان سعيدا أن يهتم أن يكون عمله صالحا لماذا؟ قال تعالى والعمل الصالح يرفعه العمل الحسن قد لا يرفعه الله ويتركه لصاحبه طيب معنا عبد الله من بوظبي مكالمة لك عبد الله تفضل طالع عمرك عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لو سمعت مبارك عليكم شهر الله يبارك فيك يا ريت توطي بالصوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف فقط طيب أريد أن أسأل الدكتور كان يتكلم عن الأسحار نعم وقت الاستقفار في الأسحار نعم يعني أنتو كملت الحديث أنا ما سمعت عدل ما كان يقصد في الوقت يعني نعم طيب بنجاوب على السريع طالع عمرك في سؤال ثاني غير عبد الله لا تسلم إذاك الله خير إن شاء الله إذاك الله لؤي من الأردن السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته وخف صوت التلفزيون يا لؤي وتفضل بسؤال مباشرة أنا أول شيء أحبت أشكركم على هذا البرنامج الطيب وعلى المحطة الطيبة الله يسلم وأحبت أشكر الدكتور إحنا من الناس المعجبين جدا بالدكتور شكرا فضل دكتوري في سؤال بيطرح نفسه الحسد الحسد والعمل وهذه الأمور الموجودة الآن على الساحة هي طاقة سلبية فكيف الإنسان يقدر تخلص من هذه الطاقة إذا كانت موجودة ويحمي نفسه وعياله من هذه الشغلة ماشي الحال شكرا يا لؤي شكرا الله يزيك والسؤال الثاني إذا سمحت تفضل على السريع السؤال الثاني الذي يقول عن موضوع الاستغفار يعني خلال النهار الأيام العادية هل يزيد الاستغفار وفوائد الصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إيش فوائدها كمان طي شكرا جزيلا شكرا جزيلا أحمد من دبي تفضل أخي أحمد السلام عليكم عليكم وسلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت بس للدكتور سؤال إحنا بندوم في طعام دبي وإننا دوم على شفتات يعني يومين بندوم بالليل يومين بندوم بعد الظهر يومين بندوم الصبح نعم فأحيانا إحنا لازم ننام بالليل لا حد ساعة خمسة صبح نطلع على الدوام أحيانا لازم نروح ننام بالظهر فدوامنا مختلف فما بعرف شو اللي الطريقة المناسبة علشان أنه نحضر لها مع هذا النظام طيب شكرا شكرا أخي أحمد طيب نكتفي بهذه المكالمات ونأخذ في البداية على السريع دكتور وقت الأسحار اللي كان يسأل عن الأخ عبد الله هو الاستغفار مطلوب على مدار الأربعة وعشرين ساعة لكن الله سبحانه وتعالى حدد الاستغفار بالأسحار ورد بآيتين وليس بأي واحدة فقال تعالى والمستغفرين بالأسحار فطالما صاحب العلاقة الله سبحانه وتعالى حدد الاستغفار أو ركز على الاستغفار وقت السحار السحر ما قبل الفجر ما قبل الفجر تقريبا بساعتين نعم يا سيد يعني في وقتنا الحالي من الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة تقريبا إلى أربعة وخمسة وعشرين دقيقة إذن والمستغفرين بالأسحار والآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون بهذا الاستغفار يحصل فرض على خمس ميزات فقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فهذه الميزات جميل الأخ لؤي يتكلم عن الحسد كطاقة سلبية كيف نتخلص من هذه الطاقة إذا تعرضنا لها الحسد فعلا هو يذهب حتى بكل الطاقات لكن هناك فرق بين حسد يحسد بالضمة وحسد يحسد فقال تعالى ومن شر حسد إذا حسد فالحسد هذه صفة دائمية فيه لكنه قد يحسد وقد لا يحسد فإذا حسد يكون فعلا ذهب بكل الطاقات لماذا؟ أول مثال أورده القرآن الكريم عن الطاقة في صورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نار الحقد والبغضاء والضغين والحسد استوقد لم يقل أوقد في القرآن الكريم أو في اللغة العربية هناك فرق بينه أوقد واستوقد ففرعون يقول أوقد لي يا هامان على الطين استوقد هو الذي يجلب الحسد إليه لكي يستوقد النار نار الضغينة فلما أضاءت ما حوله ظن نفسه أنه أنه تملك منه الحسد ذهب الله بنورهم بطاقتهم الإيجابية كاملة وتركهم في ظلمات إذن هذه أول أول قضية للحسد أما موضوع العمل كيف يحصل الإنسان عن طريق العمل على الطاقة الإيجابية فقال تعالى هذا سؤال الأخ أحمد أنه في عنده الشفتات هذه سؤالين الأول على الحسد والثاني على العمل نعم قلنا أن العمل الصالح فقط يضع الإنسان في معيشة طيبة في حياة طيبة وليس في معيشة ضنكة فالإنسان أمام خيارين إما حياة طيبة أو معيشة ضنكة يعني هذه حياة ومعيشة في فرق بينهم الحياة لا تكون ضنكة والمعيشة لا تكون طيبة سبحان الله فقال تعالى فقال تعالى صراحة ومن يعمل من الصالحات هذا الشرط الأول من ذكر أو أنسى وهو مؤمن الشرط الثاني فلنحيينه حياة طيبة فالحياة تكون دائما طيبة أم ما هي الحياة الطيبة الإنسان إذا كان يأكل وينام ويتكاسر ثم يموت هذا إنسان يعيش فالمخلوقات الأخرى تعيش تأكل وتشرب سبحان الله ثم تموت لكن قال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالإنسان يجب أن يكون عنده هدف سامي أن يكون عضوا نافعا داخل مجتمعي أن يكون متراصا مع أبناء مجتمعي فصلاة الجماعة تعطينا هدفين أساسيين على هذه الأمة يعني أن تركز على هذين هدفين والله هذه نقطة مهمة دكتور يعني أن بالفعل عساس نعيش حياة طيبة ومستقرة لا بد أن نعمل الصالحة عمل صالح وليس حسن أما إذا فقط عايشين لكي نعيش نعم نشرب ونأكل ونعمل ونأخذ شوية أموال عشان نصرفها على الأبناء وكذا وفقط من غير العمل الصالح فهذا يجلب الضنك معيشة نلاحظ أوضح أوضح مثال عن الآخرة موضوعين في صورة العنكبوت قال تعالى وأن الدار الآخرة لهي الحيوان صيغة مبالغة من الحياة نقول فلان عطشان فلان تعبان صيغة مبالغة أما أصحاب جهنم يعيشون لكنهم لا يحيون يأكل من الزقوم ويشرب من الحميم فقال تعالى صراحة بشكل ملفت في اللغة العربية فأنزرتكم نارا تلزة لا يصلها إلا الأشقى فالذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لأنه يعيش لكنه لا يحيا إذن فعلينا أن نعمل كثيرا من الصالحات لكي ندخل في الحياة الطيبة لذلك الله سبحانه وتعالى حينما زكريا حينما زكريا يطلب من الله أن يختار له اسم المولود سماه يحيا لم نجعل له من قبل سمية ولذلك موضوع هام جدا في الصلاة نقول حيا على الصلاة لا نقول هيا نعطي فكرة الحياة حي على الصلاة حي على الفلاة أيضا قضية الاستغفار خلال النهار وفوائد الصلاة على النبي من ضمن أسئلة الأخل dozen من ضمن فوائد الصلاة على النبي والاستغفار مطلوب على مدار اليوم لكن الاستغفار وقت السحر له هذه الميزات يعطينا ميزات لكن الاستغفار دائما واستغفر لزنبك أما الصلاة على النبي فهي ذات شقين إما أن تكون لفظية كأن نقول اللهم صلي وسلم على محمد وهناك جانب عملي نغفله كثيرا فقال تعالى لتعزروه وتوقروه يعني ليس فقط أقول اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفترض أن أذكر إحدى صفاته إحدى محاسنه إحدى خصاله طالما ذكر ضمن المجلس مثلا ولذلك الصلاة حينما قال الله إلى رسوله الكريم وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم فكيف صلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم صلي على أمتي فقط لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم هكذا صلى علينا عمليا لكنه لم يقل اللهم صلي على أمتي صحيح نحن يجب أن نقول اللهم صلي على محمد لكن لنعزره ونوقره ونذكر خصاله الحبيدة طيب على سريع دكتور أحمد من دبي يقول دوامنا شفتات يومين نهار يومين مساء يومين الفجر بالليل كيف ممكن نخلق له برنامج يناسبه بحيث أنه يكون صحي أيضا في ظل هذا الدوام يا سيدي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا جناح عليه لكن حينما يكون دوامه أثناء النهار ويكون عنده الليل لكي ينام عليه ألا يخصص هذه الليل للسهر يعني أن يستغل الفرصة وفي الليالي التي يكون في حالة راحة وليس في حالة عمل أن يتعرض للظلام وأن ينام باكرا لذلك ومن آياته منامكم بالليل الليل جعل لأجل السكن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وليس لكي تقوموا بالهرج والمرج أيضا طيب وفي بعض الدوامات بإمكانك أنك تخفت الأنوار وتبقى في الظلام يعني من غير نوم إذن النصيحة بعد صلاة العشاء حتى قبل فجر بساعتين نحاول بأي مجال نكون فيه أن نعرض نفسنا أكثر ما يمكن إلى الظلام لكي نترك الفرصة لهذه الغدة الصنوبرية أن تفرز مادة الميلاتونين طيب نحن نذهب إلى فاصل ونعود شاء الله ابقوا معنا سنعود بعد قليل مشاهدينا أهلا بكم مشاهدينا من جديد للتواصل معنا يمكنكم الاتصال بنا من داخل الدولة على الرقم 600551416 ومن خارج الدولة 00971 600551409 أو عن طريق الرسائل النصية من داخل الدولة على الرقم 4351 4351 تكتبون كلمة نور ثم مسافة ثم الرسالة النصية وأيضا عن طريق إيميل البرنامج ممكن أيضا الحيات dmi.ae أخونا طارق من عمان وصلنا مسج منك لكن فقط اسمك ما في شيء داخل المسج في أيضا عندنا الرسالة هنا من الإمارات الإمارات دكتور تقول جزاكم الله خيرا هل هناك آيات معينة أو أفعال لتنشيط النخاع الشوكي علما بأني أصبت بالشلل بعد إصابة نخاعي في حادث سير منذ أربع سنوات هل هناك شيء من هذا القبيل دكتور أهم مصدرين للطاقة من أجل حفاظ على الطاقة عندنا شيئين أن أتزود في الطاقة أولا ثانيا أن لا أهدر هذه الطاقة فنعطيه أربع نصائح على السريع يعني عسى الله أن يشفيه أو القرآن الكريم كله طاقة كاملا لذلك الله يقول فإذا قرأت القرآن لم يقل آيات معينة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورة فكل القرآن طاقة لكن نركز على أن الإنسان يعلم ما يقرأ يعني أن يهتم بالقرآن وليس تلاوي فأول مصدر للطاقة هو القرآن الكريم المصدر الهام للطاقة أيضا هناك نصيحة نعطيها لكل الناس وهذا أمر إلهي وارد يقول تعالى في صورة البقرة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وفي أوقات صلوات خمس من حيث خرجت من سيارة من بيتك من سوبر ماركت أعطي التفاتي نحو المسجد الحرام خذ هذه الجرعة من الطاقة وتابع سيرك ستعطي نشاطا عجيبا وهل هذا مثبت علميا مثبت علميا ومجرب نعم لأنه أمر إلهي ومن حيث خرجت ليس فقط في أوقات صلى الخمسة جميل الموضوع الهام جدا قال تعالى وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً فأي إنسان عنده نوافذ باتجاه الكعبة الشريفة جعل الله الكعبة مسابة للناس وأمنة إذن تقوم بإشعاع طاقة في كل الجهات وهذه الطاقة يستقبلها الإنسان إذا خرج من بيته أو من أي مكان ويجب إذا كان هناك نوافذ باتجاه الكعبة أن نتركها مفتوحة أيضا الجانب الآخر هو ضياع الطاقة يمكن ضياع الطاقة في حالتين الإنسان لكي يحافظ على هذه الطاقة هناك موضوع هام جدا أن لا يرفع صوته في حالة غضب أو في حالة الحديث هناك توصية تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حاليا مع كل الأسف الرسول ليس معنا يعني مع كل الأسف لم نشاهده لكن كيف نعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتحدث ما هو مستوى الصوت الله يقول إلى رسوله الكريم ولا تجاهر في صلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فكل إنسان عليه أن يتحدث ضمن هذا الليفل أو هذا المستوى هذا المستوى من الصوت الهادئ يحافظ على الطاقة لماذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي فوق مستوى الذي كان يتحدث فيه صلى الله عليه وسلم وهذه سنة هامة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إذن تزهب الطاقة الصوت المرتفع لذلك جاءت النصيحة أو الأمر الآخر واغضض من صوتك الموضوع الآخر هو كزم الغيز والكازمين الغيز والعافين عن الناس لماذا؟ هناك فرق بين أن أكزم الغيز فقط وبين أن أكزم وأغفر فقال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لم يضع لهم التوكيد لكن ولمان صبر وغفر شيئين إن ذلك لمن عزم الأمور وكزم الغيز الإنسان في حال كزم الغيز يشعر عند الحنجرة كأنه يختنق لأن الكزم عند الحنجرة قال تعالى إذي القلوب لدى الحناجر كازمين فالتزود في الطاقة من جانب وعدم إهداره من جانب عندي أيضا أبو فيصل من السعودية من أبهى يقول أن السهر يعني عدم النوم بالليل يسبب السرطان هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح لماذا؟ لأنه يمنع الغد الصنوبرية عن إفراز مادة الميلاتونين فالله قال الشمس ضيئا والقمر نورا لكننا نحن نعطي إضاءة أكثر عندنا هنا أخت من الإمارات تقول أنا مبتلى بالكسر والخمول الذي يجعلني مقصر في صلاتي وفي حفظ القرآن وللعلم فأنا أعاني من ضعف الجهاز الهضمي وهي كاتب العظمي أعتقد والله أعلم الهضمي والتهاب المفاصل دكتور ما نصيحتك لها؟ النصيحة معظمنا نقوم إلى الصلاة ونحن كسالة لأننا نشعر أن الصلاة هي ضريبة مفروضة علينا قال تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ والله سبحانه وتعالى أعطى المسألة الرائع عند مريم عليه السلام مريم لم تكن داخل مسجد فقط كانت في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب أليس أكثر من هذا؟ مع ذلك الملائكة الكرام يقول للمريم يا مريم أقنطي لربك القنوط هو أن أعمل العمل وأنا منشرح به فمريم عليه السلام حققت هذا الهدف فقال تعالى في آخر سورة التحريم عن مريم وكانت من القانتين حينما أذهب إلى الملعب أذهب وأنا قانت إلى المباراة معجب بالمباراة أتكلم أعيش المباراة أما حينما أذهب إلى المسجد أذهب متكاسلا لعدم قناعتي فقال تعالى دائما في الصلاة وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فننصحه أن تقوم قانتة محبة لهذا العمل فسوف يذهب كل الرجز لأن ذلك يطرد الجانب الآخر الطاقة السلبية للشيطان جميل أخونا من عمان يقول أعطونا طريقة أو نصيحة لكي نتعود فيها على النشاط وقت السحر النشاط وقت السحر أن يعتمد الإنسان على الساعة البيولوجية التي وضعها الله فينا كل إنسان ينام بعد صلاة العشاء يعني يوما بعد يوم يشعر بذاته حكما استيقظ عند الفجر في السابق عند أبائنا وأجدادنا لم يكن هناك منبهات أو استيقاظ فنلاحظ أن الجميع معظم الناس يستيقظون عند الفجر يعني كنوع من الساعة البيولوجية لكن حينما يناموا متأخرا فأحدث خلل في الساعة البيولوجية وسوف يعتمد على الساعة الميكانيكية والمنبهات طيب طيب عندنا أيضا سؤال من الإمارات عندنا كثير من الأسئلة دكتور ما حقيقة الشكرات السبعة الموجودة بالجسم الإنسان وما مدى تأثير الأيونات السالبة ناتجة من سكلار ويفز نعم هذه الشكرات السبعة فعلا لها علاقة مع موضوع الألوان فالقرآن الكريم باختصار دكتور فالقرآن الكريم عالج بموضوع الألوان فلماذا قال تعالى في سورة البقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فهل جرب إنسان إذا عنده ضغط أو استرس أو حالة انفعال أن يضع قماشي أو كرتون صفراء وينظر إليها فسوف يسر لكن شكرات الطاقة السبعة إذا وضعنا ألوان الطيف لا نقول ألوان قوس القزح لأن قزح هو إله وسني عند العرب لكن نقوله ألوان الطيف من الأعلى ونحو الأسفل نلاحظ ما يلي هناك أعلى اللون هو اللون البنفسجي يؤثر اللون البنفسجي على أعلى مقدمة الناصية مركز التفكير ثم يأتي اللون النيلي والأزرق يؤثر على منطقة الوجه قال تعالى في سورة طاها ونحشر المجرمين يومئذ زرقا لأن اللون الأزرق يؤثر على الوجه والغدة الدرقية يأتي اللون الأخضر ليؤثر على الصدر فكل المفروشات واللباس في الجنة زاتوا لون أخضر سيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين على رفرف خضر فاللون الأخضر يشرح الصدر اللون الأصفر يؤثر على إفرازات الصفراء والمعيدة فكل إنسان عنده مشاكل في المعيدة أو بالصفراء يتناول الأطعمة ذات اللون الأصفر يأتي بعده اللون البرتقالي على منطقة الكولون ومنطقة الأمعاء فأي إنسان عنده مشاكل في الأمعاء يتناول أطعمة ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبرتقان ثم اللون الأحمر يؤثر على منطقة الحوض فهذه الشكرات سبعة لها علاقة بالألوان نعم ممكن تكون الأسئلة في آخر الحلقة حتى لا يقطع تسلسل الحديث لتعمل فائدة أحد الأخوة يقول وأيضا أبو فيصل يقول أنا مصاب بفيروس الكبد سي ماذا لدى الدكتور من نصائح إذا دخلت ولو دخلت الفيروسات إلى داخل الإنسان هناك علاجين وضعهم الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان أولا متى ما دخلت الفيروسات داخل الإنسان تحتاج إلى طاقة شريرة لكي تعمل يحرض هذه الطاقة إبليس قال صلى الله عليه وسلم يجري من الإنسان مجرى الدم إذا دخل في مجال الطاقة الإيجابية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يوميا فهذه الطاقة الخيرة قال تعالى وإذا مردتوا دخلت الفيروسات فهو يشفين عن علاج الطاقة فالله سبحانه وتعالى لا ينزل سل من الدواء فهو يشفين أما الموضوع الآخر على السريع أيوب عليه السلام الله أعطانا مثل في أيوب وضع فيه مجمل الأمراض لكن أيوب يخاطب الله صراحة أنه أصبح عنده خلل في الطاقة أني مسني الشيطان لم يقل الفيروسات بنصب وعزاب فالعلاج الوارد بالماء البارد في درجة الحرارة زائد أربعة بلاس فور الماء في الحرارة زائد أربعة يكون مزود بكل الطاقات الكونية الإبرانا سبحان الله فالله أعطاه هذا الدواء أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ركز على البارد وليس الماء زحار طيب هل هناك طريقة لتقوية الذاكرة أيضا على السرية؟ نعم إبليس كطاقة شريرة يؤثر حصرا على الذاكرة فورد النسيان في القرآن الكريم بحالتين أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره يعمل كفيروس بالكمبيوتر شبيب الكمبيوتر لأجل التشويش على الذاكرة يوسف عليه السلام يقول لأحد صاحبه السجن اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان لذلك الحل وارد صراحة في صورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت فذكر الله يعيد الذاكرة السلام عليكم جزاكم الله خيرا لو تكرم الدكتور علي أن يذكر فوائد الوضوء عارف لحول من اليمن يطلب منك هذا الطلب فوائد الوضوء دكتور عسريع أيضا الوضوء بالإضافة إلى اعترافنا الكامل بموضوع النظافة هناك أمور هامة جدا في عملية الوضوء الوضوء يزيل الشحنات الكهربائية النازلة من الشحنات الكهربائية السلبية الضارة لماذا؟ نلاحظ على الوضوء موضوع هام جدا إذا عندنا وعاء مشحون كهربائيا تكون الكهرباء موزع على سطح الخارجي نلاحظ على الوضوء قضية أساسية أنها إيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة النهايات لتفريغ هذه الشحنات التي مع الزمن لها تأثير سلبي وتسبب آلام المفاصل والروماتزم والدليل على أن الوضوء يزيل هذه الشحنات إضافة إلى النظافة الله يقولها صراحة إذا لم يكن عندك ماء ليس هناك مشكلة اذهب إلى الخط الأرضي والتأريض الأرضي فتيمموا صعيدا طيبا اتصل بالأرض الطبيعية فرغ هذه الشحنات وتعالى إلى الصلاة كما تفرغ الشحنات الكهربائية في البيوت بالتوصيل الأرضي بالتوصيل الأرضي أيضا سؤال هنا من العراق تقول دكتور كل ما أحلم به يتحقق حلمي هل هذا هاجس أم ميزة وكيف أفسد الحلم التعس يعني أن المشكلة أن تحلم أيضا أحيانا أحلام سيئة نعم فكيف تفسدها أو تلغيها قال صلى الله الرسول الكريم هناك الرؤية وهناك الحلم الرؤية تخص الأنبياء الصالحين حصرا أراكهم الله في منامك قليلا يا بني إني أرا في المنام أما الحلم فلو لم يكن الإنسان نبيا يمكنه أن يحلم أحلاما صادقة ودلي على ذلك صاحبي السجن عند يوسف أحدهما رأى أنه يسقي ربه خمرا لكن التأويل يجب أن يكون من صنف الحلم الملك في مصر لم يكن نبيا لكنه رأى سبع سنبولات إذن فأول يوسف الحلم على أنه يعني سبع سنوات خير أما أنه من رأى مثلا هرة في المنام فتفسيرها كذا فهذه تكون أضغاس أحلام عندنا كثير من الأسئلة وعندي فقط دقيقة ونص دكتور قد سمعت دائما من عدة أشخاص أن في حالة السجود وقت الصلاة وإحساس الإنسان بجبهته على الأرض يعطي الشخص راحة رائعة ولكن أنا في بعض المرات عندنا عندما أكون مصابة بصداع أو مرض أحاول الخشوع في صلاتي ولأن في وقت السجود أشعر بألم يدب برأسي هل هذا يعني أنني مقصرة في صلاتي وخشوعي؟ إطلاقا لكن هناك قضية أساسية في عملية السجود نحن معظمنا نقوم بعملية السجود على حواجز كهربائية مثل السجاد نعم لماذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة على الإطلاق كان عندهم هذه غرة الصلاة سيماهم في وجوههم من أسر السجود الرسول صلى الله عليه وسلم منع وضع أي سجاد أو حصير في المسجد النبوي السجود على الأرض الطبيعية لكن هذه العوازل تبقي الأمور مجال الناصي والتفكير بدون تفريغ شحنات فيبقى الإنسان ليس تقصيرا في الصلاة لكن خطأا في تفريغ الشحنات على الأرض فكان أرحنا بها يا بلال لأن السجود على الأرض الطبيعية يفضل أمم حمد من رأس الخيمة تقول أتمنى من الله أن أكون خاشع بصلاتي وبالقرآن لكن كلما أصلي أو أقرأ تأتيني أفكار خبيثة ومناظر تراودني أتعوذ وأصلي وأستغفر ما تروح هذه الأفكار أتمنى رضا الله والجنة الحال ذكرناه وقوموا لله قانتين يعني حينما أقوم إلى عمل أحبه وأهتم به مثل ما ذكرنا مثلا إنسان هاو لكرة القدم فحينما يذهب إلى الملعب يذهب بكليته فيعيش الأجواء ما هو الشفاء المقروم بالعسل في سورة النحل؟ أحمد يسأل هناك فرق رائع الله قال فيه شفاء للناس لم يحدد نوع الشفاء لكن هناك ميزة طريفة في القرآن الكريم وطالما نحن في برنامج نور حياتك قارن القرآن بشكل طريف فعلا بين النحل وبين الزباب التصنيف العلمي للنحل والزباب حشرات لكن النحل تلقى وحيا من السماء فالعسل مصدره وحي والوحي دائما يكون فيه البركة فالعسل مبارك الزباب لم يتلقى وحيا من السماء فالزباب ينقل الأمراض والجراسيم ومجتمع متفكك النحل مجتمع متكامل ويعطي العسل ففيه شفاء لأن مصدره ناتج عن وحي نعم الدكتور عندنا أسئلة كثيرة حقيقة ولكن الوقت داهمنا ومضطرين أن نستميح العذر من الأخوة الذين سألونا ولم نجب على أسئلتهم دكتور شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه الحالة شكرا لكم وللدعوة وأدام الله هذا البلد الطيب حكومة وشعبا الله سلام وشكرا لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا يا دكتور عزيزي وعزيزتي الحياة إذن لحظات إما أن نعيشها سعداء أو أن ننهيها مهمومين مرضى مكتئبين نحن نقود زمام أمورنا وبيدنا كل شيء فلنبقى مبتسمين ولنتفائل دائما ولنجعل حياتنا شعلة من نور مع السلامة ترجمة نانسي قنقر